من أسابيع كان الجدل بخصوص إزاي الواحد يتجوز أو تقدر إنك تتجوز بعديها بشوية إزاي التحافزة إزاي النقاش أو الجدل يبقى مرتبط بفكرة الجواز والحفاظ عليه هل في فرق؟ ده جات لنا أسئلة كتيرة جدا وأكيد حضراتكم على المستوى الاجتماعي يعني تعود على السوشيال ميديا وتعود على التواصل الاجتماعي إنه فلانة خطفت فلان من فلانة صاحبتها إنه فلان حلي في عينه فلانة اللي هي قريبة فلانة تانية أو طليقة صديق له مثلا هي الحكاية دي بتفرق دينيا أساسا يعني أنا معادي تقريبت الكلام ده بقيت أسأل هو الحكاية دي بتفرق دينيا أم لا ما بتفرقش وحبيت أسأل الدكتور وبروك يعني لما واحدة ستة مثلا تبقى بتطلب الطلاقة ليه؟ لأنه هي مش موافقة على إنه جوزها اتجوز عليه هي تفرق بقى إنها تطلب الطلاقة لأنه جوزها اتجوز عليها في المبدأ ولا تفرق لأنه اتجوز واحدة صاحبتها ما عرفش مرحب أريد معنا مرحب بينكم مشاهديك هي تفرق أولا يعني هو الأول أنا ليه اعتراض علمي شنيع تفضل على مسألة الخطف خطف الأزواك ده عنه غير صحيح ده مشهور جدا دلوقتي ده غير صحيح وما يرضيش ربنا يعني خلينا نقولها يعني إيه بقى؟ يعني أصل اللي بتخطف ده يعني حد خدها مني قعدة أحد مفرط فيه يعني ابنك لا يمكن تخطف ونتحطف حباب عينيك يعني فاللي بتقول خطفت جوزي معناها بتقول أنا تفهى وأنا واحدة ما عرفتش أمسيكو كويس حتى خطفته أخرى ده لو بتفكر في العنامين الأدرس العنوان ده غلط نقول بقى زواج التاني زواج التالت نتكلم تحدد الأزواج أي عنوان محترم إنما خطف الأزواج ده ده مشكلة مشكلة عندك مشكلة كبيرة جدا خطف